رفعة في المادة ودقة في الصنعة هكذا يمكن وصف هذه الألبثة المغربية القديمة والتي تعود إلى القرنين السابع عشر والتاسع عشر ميلادي تشكيلة متنوعة من الألبثة التي كان يرتديها المغاربة سواء في حياتهم اليومية أو خلال المناسبات تعكس رقي الضوء المغربي الذي لطالما أبهر العالم عبر العصور بخيستيجا كنت نقدم واحد المعارض الثاني الذي كان يقدمه فيه المعارض ميلايون بغودغي تسمى المعارض ميلايون بغودغي دي ماروك من القرن السبعتاش إلى القرن التعتاش الطرز ديال كل نواحي المغرب كان نلقاوا الطرز ديال تتوان ديال فاس ديال الاربات في حال ما كنت شوفوا كين طرز على القفاط على البلاغي على السكان على المخدات أقمشة من المخمل والحرير والقطن طرزتها بعناية فائقة خيوط من الذهب والحرير لتعطي ألبسة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها لواحات فنية أبدع فيها الصانع المغربي من الرباط ثلاث إطوان وفاس تم تجميع هذه القطع الفنية التي تعكس تنوع مشارب الهوية المغربية هذا المعارض هو تروى من تروى المغرب من تروى المدية للمغرب لكل المغربي يجب أن يكون فخور بالصناع التقليدية لديها عدة قرون في بلدنا ويجب أن يكون تحسن وكان نلاحظ بأنه في تاريخ المغرب كان لدينا جودة في الصناع التقليدية لطالما عرفت الحضارة المغربية بغناها وتنوع روافدها فهي مزيج من الأندلسي العربي الأمازيغي واليهودي اللباس المغربي واحد من مقاومات هذه الحضارة والذي ما زال محافظا على عراقته وحمولته الثقافية إلى يومنا هذا اشتركوا في القناة